دعوات يمنية للوقوف ضد الجرائم التي تقوم بها الميليشيا الحوثية وأنصار المخلوع صالح والتي تعد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتأتي ضمن جرائم الحرب التي تتنافى مع الدين والأخلاق وتجرمها القوانين المحلية والدولية وتتنافى مع قيم وعادات المجتمع اليمني ومن ضمنها ما قامت به أخيرا وليس آخرا الميليشيات الإنقلابية باستهداف مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابعة للأمم المتحدة في محافظة ذهران الجنوب بالمقذوفات من داخل الحدود اليمنية والذي يضيف رقما جديدا في سلسلة الاعتداءات وأعلنت عدة منظمات يمنية ودولية في تقارير لها أن إجمال الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي بلغت أكثر من أربعة عشر ألف انتهاك وأضافت التقارير أن غالبية الشعب اليمني يتعرض لانتهاكات متعددة في معظم حقوقه الأساسية والتي من أهمها حق الحياة والعيش بأمان وفي الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإغاثة للمدنيين في اليمن والتي يقودها مركز الملك سلمان الإغاثي تتصاعد مساعي جماعة الحوثي لعرقلة وصول هذه المساعدات إلى الشعب اليمني وهو ما يمثل جريمة جديدة اتفق الحقوقيون والخبراء على أنها جريمة حرب تستحق المواجهة والعقاب من المجتمع الدولي واستنكر الخبراء والحقوقيون حجم وفضاعة الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الإنقلابية في اليمن مطالبين بملاحقة دولية لمجرمي الحرب من قيادات الحوثي وصالح وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المتعلقة بتوفير الحماية للمواطن اليمني